اليوم الخميس 23 الثاني نوفمبر 2022 كيف رح تكون الأبراج بي حسب الحسابات الفلكية ومبلش أكيد مع برج الحمل برج الحمل اليوم بتبلش تتراجع شوي شوي عن الحالة الاجتماعية يلي كنت عايش فيها باليومين الماضيين بتفضل اليوم العزلة والابتعاد عن الناس وبتدور على الأجواء الهادئة والمناسبة لحالتك الحالية بكل أحوال اليوم هاد النهار منه سيء لإلك بس أنت عم تحاول تبعد عن المشاكل وهذا شيء جداً إيجابي لإلك برج الثور اليوم هاد النهار مناسب كتير لحتى ترجع تتواصل مع الأشخاص يلي فأت التواصل معهم باليومين الماضيين أو بالفترات السابقة هاد النهار مناسب للمصالحة ولحتى تأوي الشراكات والعلاقات بحياتك سواء كانت اجتماعية عاطفية أو حتى مهنية برج الجوزاء توقع اليوم أنه يزداد العمل وتزداد المسؤوليات عليك تدريجياً طبعاً رح تكون هاي القصة بس أنت رح تستدرك الأمور بشكل كتير سريع في عندك فرص مهنية ومالية حاول أنك تستفيد منها بين اليوم وبكرة هلأ هاي الفرص المهنية ممكن تزيد التعب عندك بس المردود والمكاسب رح تكون كتير كبيرة برج السرطان تتلقى أخبار جيدة مع وصول الأمر لبرج مائي مثلك مش عن هيك هاد النهار رح يكون جداً إيجابي على سعيد التواصل الاجتماعي على السعيد العاطفي وأيضاً على سعيد أي شيء بيتعلق بمستقبلك وخاصة مستقبلك الفكري والدراسي إذن تداء من هاد النهار يا برج السرطان أنت عم تركز على مستقبلك وعلى شخصيتك برج الأسد اليوم شوي عم تميل أجوائك للحزن أو عم تبعد عن الأجواء الاجتماعية وأجواء المرح والتسليم بكل أحوال أنت بهاي الفترة عم تعالج مواضيع عائلية معقدة ومتشابكة مشان هيك هاد النهار رح تكون الطاقة أكتر رايحة للعائلة وللمنزل ولا علاقتك بأشخاص مقربين جداً منك طبعاً نهارك منه سيء بس هي الأجواء هيك عم بتصير فحاول أنك تستفيد من هاد الوقت لحتى تتصالح مع الأشخاص يلي اختلفت معهم برج العزراء بصير الأمر بمواجهة برجة ابتداء من هاد النهار مشان هيك ممكن تشعر بصعوبة بإنجاز العمل بس هاي الحالة الفلكية في إلى وجه إيجابي جداً وهي العلاقات والشراكات بحياتك سواء علاقات مهنية أو الشراكات العاطفية ابتداء من هاد النهار في عندك فرصة لحتى تثبت هاي العلاقات وتقوية وحتى تستفيد من وجود الناس الأصدقاء والمقربين بحياتك برج الميزان اليوم بلش انتبه على صحتك لأنه انتقال الأمر لبرج الحوت المائي بيأثر على الصحة والمعنويات كمان ركز على شغلك وحاول انك تعمل نوع من التوازن بين الشغل والبيت والشؤون العاطفية اذا ما عملت هذا التوازن فممكن حالتك النفسية والمعنوية تتراجع برج العقرب اليوم ترتاح من معاكسة فلكية مشان هيك هاد النهار بيكون كتير إيجابي تعاملك مع الناس عم بيكون جيد وتعامل الناس معك عم بيكون كتير جيد تتوضح الرؤية قدامك كتير وخاصة على صعيد العلاقات الاجتماعية وحياتك الخاصة توقع بين اليوم وبكرة انك تسمع كلام حلو او اخبار جيدة بتوصلك من اشخاص مميزين وبتحبهم برج القوس اليوم بتبلش تهتم بعائلتك اكتر وبشؤون المنزل اكتر بتحاول انك تكون ضمن الالتزامات والمسؤوليات اللي فردت عليك من فترة مشان هيك رح تكون شخص ناجح بين اليوم وبكرة ولو انه انت عم بتميل اكتر للاجواء الاجتماعية واجواء الفرح بس هاي الاجواء جاي وقتها وما تستعجلها برج الجدي مع انتقال الامر لموقع جديد تداء من هاد النهار بيكون في عندك حالة اجتماعية جديدة اليوم انت عم تتواصل مع الناس والاصدقاء ومع المحيط الاجتماعي الديق بشكل كتير ايجابي ورح ترجع تتعاود التواصل مع اشخاص اختلفت معهم بالفترات الماضية وهذا الشي جدا ايجابي لإكتداء من اليوم وبكرة برج الدلو طبعا انت خلال هاي الفترة بالعموم عم بيكون همك المهني كتير كبير عم دور على فرص جديدة وعم تحاول تضبط امور المال اليوم الامر بينتقل لبرج الحوت يعني لمنزلتك التاني يعني بيزيد من اهتماماتك المالية والمهنية مشان هيك لحتلاقي حالك كتير مجغول بعجقة وراء عجقة اعمال وعم تبعد عن الاجواء العاطفية ويمكن كمان حتى عم تنسى تهتم بشخص مميز وشخص بتحبه كتير حاول تلاقي هذا التوازن بين اليوم وبكرة وخاصة انه ضغط العمل عم يزداد برج الحوت بيوصل الامر اليوم لا عندك لدى ارتك الفلكية مشان هيك بيتحسن النزاج بتتحسن المعنويات وكمان الامور الصحية بتتحسن وبيصير في فرق كتير كبير عن اليومين الماضيين اجواءك جيد ابتداء من اليوم وراح تلاحظ بين اليوم وبكرة لكتير من الامور بحياتك عم تتغير لمصلحتك مولود اليوم هو شخص نشيط وشجاع وكريم كتير مولود اليوم بيحب اصدقائه بس بنفس الوقت ما بيسامح ابدا على اي غلطة مولود اليوم من الصفات الجيدة اللي فيه انه هو شخص زكي وبيخطط لبعيد وبينتبه لأدق التفاصيل مولود اليوم